السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم من جديد في درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية معي معلمتكم الأستاذ العنود الاعتهبي برفقة زميلة الأستاذة منسحالي في لغة الإشارة بسم الله نبدأ طلابي وطالباتي بداية نقوم بحل الواجب يقارن الطلبة والطالبات بين الجبال والهضاب قلنا الهضاب الهضاب هي الأرض المرتفعة والمسطحة بينما وتعد الهضاب من أكثر التضاريس اتساعا في المملكة العربية السعودية بينما الجبال قلنا هي المناطق الشديدة الارتفاع ذات القمم العالية وتضفي السلاسل الجبلية منظرا طبيعيا رائعا داخل وطنية المملكة العربية السعودية أحسنتم إجابتكم إجابة رائعة صحيحة تقل السؤال الثاني من أسئلة الواجب يذكر الطلبة والطالبات أهم الهضاب في المملكة العربية السعودية من أبرز الهضاب في وطنية الغالي هضبت عسير ونجران هضبت حسمة هضبت نجد هضبت الصمان بارك الله فيكم إجابة صحيحة رائعة درسنا السابق كان عن مظاهر السطح في وطني المملكة العربية السعودية وتعرفينا تعرفنا على مظهرين ألا وهم الجبال والهضاب نراجع إذن الدرس السابق يذكر الطلبة والطالبات أهم الجبال في وطني المملكة العربية السعودية كانت من أهم الجبال جبال الحجاز الجبال المنفردة جبال طويق أحسنتم إذن أهم الجبال في وطني جبال الحجاز جبال طويق الجبال المنفردة إجابتكم إجابة صحيحة بارك الله فيكم أيضا تعرفنا على الحرات ماذا يقصد بالحرات يا ترى؟ هي سطوح لابية السوداء تكونت نتيجة تدفقات بركانية واللابة هي كتل سائلة منصهرة تحولت إلى حجار السوداء على سطح الأرض على مر مئات وألاف السنين ممتاز أحسنتم إجابة صحيحة هل يوجد حرات في وطني؟ نعم هناك العديد من الحرات في وطني ألا وهي أشهرها حرة البرك حرة الرحة حرة خيبر حرة كشب حرة رهات حرة واقم هذه من أبرز الحرات في وطني بارك الله فيكم إجابتكم إجابة صحيحة أريد مقارنة بين الهضاب والجبال بينما الجبال مناطق شديدة الارتفاع ذات قمم عالية أحسنتم تعدى الهضاب من أكثر تضاريس المملكة العربية السعودية اتساعا أيضا تشكل السلاسل الجبلية منظرا طبيعيا رائعا في وطني المملكة العربية السعودية أحسنتم إجابتكم إجابة رائعة جدا هنا أمامنا خريطة أريد طلابي وطالباتي منكم تحديد جبال طويق على خريطة وطني المملكة العربية السعودية أحسنتم تقع في شرق المملكة العربية السعودية إجابة صحيحة الآن لدينا سؤال أريد من كل طلابي وطالباتي أن يصلوا اسم كل هضبة بمعلوماتها الصحيحة نقرأ المعلومات ثم نبدأ التوصيل هي هضبة صخرية شرق المملكة العربية السعودية تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية وهي متوسطة الارتفاع تمتد وسط شبه الجزيرة العربية وهي أكبر الهضاب في وطني المملكة العربية السعودية هنا هضبة نجد هضبة الصمان هضبة حسمة الهضبة الصخرية هي هضبة الصمان نعم تقع شرق المملكة العربية السعودية إجابة صحيحة بارك الله فيكم الهضبة التي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية أحسنتم هضبة حسمة تمتد وسط شبه الجزيرة وتعد من أكبر الهضاب هضبة نجد بنيت عليها العاصمة مدينة الرياض بارك الله فيكم إجاباتكم إجابات صحيحة ورائعة هذا ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي مظاهر السطح الجبال والهضاب اليوم عندنا قصة جديدة نستمتع إليها جيدا جاءت نورة للمدرسة وكانت متعجبة عما سمعته من والدها أنه في عطلة نهاية الأسبوع ذهب إلى رحلة برية للصحراء نورة سألت المعلمة ما هي الصحراء وماذا تعني قالت المعلمة الصحراء يا نورة هي منطقة مملوئة بالرمال وأرض بلادي ثلث مساحتها من هذه الرمال الذهبية الجميلة نورة ليتك تخبرينني أكثر عن هذه المناطق الرملية يا معلمتي المعلمة حسنا يا نورة درسنا لهذا اليوم يا نورة المناطق الرملية في بلادي يا للروعة أنا متشوقة لهذا الدرس جميعنا متشوقين لهذا الدرس يا نورة طبعا مظاهر السطح في وطني تختلف من منطقة إلى أخرى تبعا للتساع مساحة وطنية الشاسعة التي تمثل نحو 70% من مساحة شبه الجزيرة العربية درسنا اليوم مظهر من مظاهر السطح في وطني ألا وهي المناطق الرملية محاور درسنا لهذا اليوم المناطق الرملية في وطني موقع المناطق الرملية بالنسبة لخريطة وطنية المملكة العربية السعودية أكبر المناطق الرملية في وطني المملكة العربية السعودية المطلوب منكم طلابي وطالباتي أن يذكر الطلبة والطالبات أهم المناطق الرملية في وطني المملكة العربية السعودية أن يبين الطلبة والطالبات موقع هذه المناطق في وطني على الخريطة أن يحدد الطلبة والطالبات أكبر المناطق الرملية في وطني ممتاز نفكر ونستنتج يتميز وطني المملكة العربية السعودية بأن فيه مناطق رملية واسعة فما أبرز تلك المناطق الرملية يا ترى في وطني المملكة العربية السعودية مناطق رملية تغطي مساحتها ثلث مساحة وطني المملكة العربية السعودية من أبرز هذه المناطق الرملية صحراء الربع النفوذ الكبير أيضا صحراء الربع الخالي أيضا صحراء الدهناء إذن صحراء النفوذ الكبير صحراء الدهناء صحراء الربع الخالي يا ترى كيف تكونت هذه الرمال العظيمة هذه الرمال لم تتكون بين يوم وليلة إنما تكونت على مدار آلاف السنين كيف تكونت إذن هذه الرمال العظيمة نشأت هذه الرمال العظيمة أكثر من 17 ألف سنة وساعدت الرياح على تجميعها إذن كيف تكونت هذه الرمال العظيمة يا ترى نشأت هذه الرمال منذ أكثر من 17 ألف سنة وساعدت الرياح على تجمعها وتجميعها هناك مشكلة هناك ظاهرة تحدث للأراضي الزراعية تتحول هذه الأراضي الزراعية من خضراء إلى صحراء بسبب الجفاف وقلة الأمطار يا ترى ما اسم هذه الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليها نعم هذه ظاهرة التصحر للإطلاع نتابع أسباب هذه الظاهرة ولماذا تتكون أسباب التصحر تغيير المناخ مثل قلة الأمطار والجفاف أيضا ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع المياه الجوفية المالحة التي لا تصلح للزراعة انجراف التربة قطع الأشتار والنباتات الرعي الجائر للإبل والأغنام اتلاف التربة التربة الطبيعية بالسيارات وعوادمها إذن نعود من جديد للظاهرة التي تحدث للأراضي الزراعية تتحول من خلالها إلى صحراء بسبب الجفاف هناك أمور أخرى تسبب ظاهرة التصحر ذكرنا تغيير المناخ مثل قلة الأمطار ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع المياه الجوفية المالحة الغير الصالحة للزراعة انجراف التربة هذه أسباب مناخية الأسباب الطبيعية قطع الأشجار والنباتات الرعي الجائر للإبل والأغنام إثلاف التربة الطبيعية بالسيارات وغيرها إذن نعود من جديد إلى مساحة المناطق الرملية في وطني في وطني المملكة العربية السعودية مناطق رملية واسعة تغطي نحو ثلث مساحتها نتعرف على كل منطقة مدعمة بالصورة التابعة لها المناطق الرملية واحد رمال الربع الخالي هذه صورة لرمال الربع الخالي الجميلة اثنان النفود الكبير هذه صورة لرمال النفود الكبير ثلاثة صحراء الدهناء رمال الدهناء هذه صورة لرمال الدهناء إذن في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على ثلاث مناطق رملية المنطقة الأولى رمال الربع الخالي المنطقة الثانية رمال النفود الكبير المنطقة الثالثة رمال الدهناء نشرحها ونتعرف عليها بإذن الله اليوم بالتفصيل نبدأ برمال الربع الخالي نتناول جانب الموقع أين تقع رمال الربع الخالي تقع جنوب المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الصحاري الرملية في العالم ويقع الجزء الأعظم منها داخل الأراضي السعودية وجزء من الربع الخالي يتبع المنطقة الشرقية والجزء الآخر يتبع منطقة نجرام إذن نستنتج من خلال الموقع أنها تقع في جنوب المملكة تمتد من الشرق من المنطقة الشرقية وتصل إلى منطقة نجران في الجنوب ما هي أهمية صحراء الربع الخالي؟ هي أكبر الصحاري الرملية في العالم إذن هي أيضا أكبر الصحاري الرملية في وطني المملكة العربية السعودية إذن ما هي أكبر الصحاري أو المناطق الرملية في وطني؟ هي صحراء الربع الخالي تعاقبت على صحراء الربع الخالي حضارات قديمة وتخلفت من ورائها بعض الآثار نتعرف عليها يمثل الربع الخالي موطن للحضارات القديمة التي اندثر أغلبها وغمرته الرمال ولم تتوانى الحكومة السعودية في البحث والتنقيب عنها وإجراء دراسات لاكتشاف أسرارها إذن تعاقبت على صحر مال الربع الخالي الحضارات القديمة التي اندثر أغلبها لكن حرصت حكومة وطني الغالي على التنقيب والبحث عنها واكتشاف أسرارها نريد أن نحدد صحراء الرمال الربع الخالي على الخريطة تمتد من الشرق إلى الغرب هذه هي صحراء الربع الخالي تمتد من المنطقة الشرقية شرقا إلى أن تصل إلى منطقة الجنوب إلى نجران في منطقة الجنوب هناك حقول نفطية موجودة في رمال الربع الخالي حارصة الدولة عليها وعلى التنقيب عنها واكتشافها ألا وهو النفط بالإضافة إلى المعادن النفيسة والآثار القديمة المطمورة إضافة إلى بعض الواحات والأشكال الجاذبة للسياحة إذن في هذه الرمال واحد كثير من المعادن النفيسة الأثار القديمة المطمورة أيضا بعض الواحات والأشكال الجاذبة للسياحة والسياح أيضا يوجد فيها حقول نفطية حرصة المملكة العربية السعودية عليها من إنجازات وطني لهذا اليوم في صحراء الربع الخالي استخراج النفط من رمال الربع الخالي حيث استخرج في عام 1419 للهجرة أسس حقل الشيبة في رمال الربع الخالي الذي بدأت فيه شركة أرامكو السعودية إذن من إنجازات وطنية اليوم استخراج النفط في رمال الربع الخالي أول حقل أسس في هذه الرمال حقل الشيبة بدأت في إنشائه شركة أرامكو السعودية عام 1419 للهجرة هذه صورة لحقل الشيبة في صحراء الربع الخالي إذن نعود من جديد لنذكر الكنوز الطبيعية الموجودة في رمال الربع الخالي أهمها المعادن النفيسة بالإضافة إلى الآثار القديمة المطمورة إضافة إلى الواحات والأشكال الطبيعية الجاذبة للسياح والسياحة من إنجازات وطنية أيضاً اليوم في رمال الربع الخالي التنقيب واستخراج النفط حيث كان أول حقل للنفط في رمال الربع الخالي حقل الشيبة الذي بدأت فيه شركة أرامكو السعودية عام 1419 للهجرة هذا ما يخص رمال الربع الخالي طلابي وطالباتي أريد منكم ذكر إنجازات وطني في رمال الربع الخالي نعم من إنجازات وطنية اليوم أحسنتم استخراج النفط عام 1419 للهجرة في الربع الخالي من موقع حقل الشيبة الذي بدأت فيه شركة أرامكو السعودية بارك الله فيكم إجابتكم إجابة رائعة نأتي للرمال الثانية رمال النفوذ الكبير أين تقع؟ ما هي منطقة رملية على شكل مثلث وتغطي أجزاء كبيرة من نجد وتمتد من الشمال إلى أن تصل إلى نجد إلى منطقة نجد الآن نريد أن نحدد رمال الربع الخالي ورمال النفوذ على الخريطة رمال النفوذ على شكل مثلث لنلاحظ امتداده من الشمال وحتى هذا بتشنجد في الجنوب رمال الدهنات طبعا تقع مثل القوس في الشرق رمال الربع الخالي تمتد من المنطقة الشرقية شرقا وتصل إلى منطقة نجران جنوبا وتقع هذه الرمال جنوب المملكة العربية السعودية ممتاز بارك الله فيكم للاطلاع أيضا وجدت الأحافير في رمال النفوذ الكبير وجد في الصحراء النفوذ الأحافير وهي ماذا؟ ما هي الأحافير؟ ماذا تتوقعون أن تكون الأحافير؟ هي مخلوقات حيوانية ونباتية حفظت تحت الرمال داخل الطبقات الرسوبية عبر الأزمنة الجيولوجية القديمة لوطني إذن يوجد في صحراء النفوذ الكبير الأحافير نقارن بينه الكنوز الطبيعية في رمال الربع الخالي ورمال النفوذ الكبير نعم رمال الربع الخالي المعادن النفيسة بالإضافة إلى النفط بينما رمال النفوذ الكبير استخرج من تحتها من تحت رمالها الأحافير هذه صورة لبعض الأحافير عظام الكتف العضد لأحد الفيلة المقرضة في رواسب البحيرات القديمة في صحراء النفوذ طلابي وطالباتي الآن نفتح الكتاب صفحة 65 للإجابة عن هذا السؤال يذكر الطلب أسماء الصحاري الرملية وفقا للوصف التالي وصفنا قبل قليل الصحاري أو مناطق الرملية في وطني أكبر صحراء رملية في المملكة العربية السعودية نعم رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء في العالم كله أيضا بالتالي أكبر مناطق الرملية في وطني منطقة رملية كبيرة على شكل قوس أحسنتم صحراء الدهناء منطقة رملية كبيرة على شكل مثلث تمتد من الشمال إلى أن تصل إلى نجد أحسنتم النفوذ الكبير إجابتكم رائعة بارك الله فيكم نأتي إلى المنطقة الثالثة من المناطق الرملية رمال الدهناء على شكل قوس تصل بين النفوذ الكبير في الشمال والربع الخالي وهي تمثل الجزء الأوسط من المناطق الرملية في المملكة العربية السعودية نحدد طلابي وطالباتي صحراء منطقة رمال الدهناء على الخريطة نعم ممتاز هي منطقة رملية على شكل قوس تمتد من الشمال إلى الربع الخالي في الجنوب الآن أريد من طلابي وطالباتي تحديد هذه المنطقة الرملية في موقعها الخريطة ما هي المنطقة الرملية؟ هي رمال الدهناء هل هي تشكل مثلث أو قوس؟ نعم هي المنطقة الرملية التي تشكل قوس تمتد من الشمال إلى جنوب لأن تصل إلى الربع الخالي في الجنوب ممتاز إذن هذه المنطقة هي رمال الدهناء على شكل قوس من الشمال إلى الجنوب بارك الله فيكم إجابتكم جدا رائعة الآن طلابي وطالباتي قبل بداية هذا النشاط نسترجع المناطق الرملية التي درسناها المنطقة الرملية صحراء الربع الخالي صحراء النفوذ الكبير صحراء الدهناء الآن نفتح الكتاب طلابي وطالباتي صفحة 64 للإجابة على هذا النشاط بالرجوع إلى مصادر التعلم يحدد الطلبة موقع الربع الخالي والموقع النفوذ الكبير على الخريطة الربع الخالي في الجنوب والنفوذ الكبير تمتد من الشمال إلى على شكل مثلث من الشمال إلى أن تصل إلى نجد ممتاز أريد تحديد موقع كل منطقة رملية على الخريطة أحسنتم المثلث النفوذ الكبير القوس الدهناء في الجنوب الرمال رمال الربع الخالي بارك الله فيكم أريد منكم الآن مساعدتي في تعداد المناطق الرملية التي درسناها رمال الربع الخالي أحسنتم رمال النفوذ الكبير رمال الدهناء بارك الله فيكم يبين الطلبة كم مساحة المناطق الرملية في وطني ترى؟ نعم تغطي نحو ثلث مساحة وطني المناطق الرملية في وطني واسعة تغطي ثلث مساحة وطني لدينا واجب طلابي وطالباته سؤالين السؤال الأول يبين الطلبة والطالبات كم مساحة المناطق الرملية في وطني السؤال الثاني يعدد الطلبة والطالبات المناطق الرملية في وطني في ختام درسنا نستودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم حسن استماعكم اشتركوا في القناة